أنك هنا تحت تم إنشاء المدونة وهنا بقى خلاص إنشاءنا المدونة بتاعتنا وزي ما أنتوا جايفين تم قبول الدومين بتاعي في جوجل أدسنز قبل بنابدأ الفيديو حابب أقول لك أن نضم لينا لجروب الكيسبوك اللي هو مجتمع S.E.O الجروب ده بيشرح كل ما يخص جوجل أدسنز و بلوجر والورد بريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفيديو ده ممكن يهم ناس كتير قوي حابة تندق في مجال التدوين أو تنشئ مدونة على بلوجر معروف إن طبيقات جوجل من ضمنها بلوجر تقدر تربطها بإعلانات جوجل أدسنز ولما تيجي تربط الاتنين دون ببعض تقدر تكسب فلوس من الإعلانات اللي بتجي لك على جوجل أدسنز هتفهم كل ده مع بعض والفيديو ده هيبقى مجاني مفيش فيه دفع ولا دولار لأن الدومين اللي هنستخدمه أو النطاق اللي هو فيه www.com.org نحن دلوقتي نستخدم الدومين المجاني بتاع شركة بلوجر اللي هو blogspot.com ودلوقتي كده هنعرف إزاي كده تنشئ مدوانة على بلوجر وهتظبط كمان إعدادتها وكمان هنحط قالب اللي هو تصميم الموقع وأسيب لك كذا تصميم مجاني هيعجبك متوافق مع سياسات جوجل أدسنز لو انت مش فاهم أي حاجة وانت مشيت معاك كده خطوة خطوة هتبدأ تسهم يعني ايه بلوجر ويعني ارباح بلوجر يلا بينا كده نبدأ الفيديو لاسم الله نبق على بركة الله تعالوا بينا كده نروح على سطحة جوجل لسه هنبدأ كده جديد هننشئ مع بعض مدونة بعد اللي تيجي تروح عندك على سطحة جوجل معروف انك تروح عندك على حاجة اسمها طبيقات جوجل اللي فوق دي توقع عليها ضغطة وتبدأ تدور على حاجة اسمها بلوجر هنا بقى نبدأ ننشئ مدونة على المدونة هتبقى مجانية مش هندفع فيها اي حاجة خالص وكمان هنربطها جوجل دلوقتي انت بتروح عندك على انشاء مدونة هتضغط عليها ضغطة كده وتكتر اسم المدونة بتاعتك يعني اسم الموقع اللي انت عاوز تعمله او المدونة اللي انت عاوز تعملها لو انت بتتكلم مسلا عن المحتوى الطبي شوف لك اسم كده بيتكلم عن المحتوى الطبي انا مسلا هكتب الموقع ده اسميه افكار بعد كده بتضغط على كلمة التالي بعد ما تكتب العنوان بالشكل ده كده بتضغط عندك على كلمة التالي وهنا بيقول لك حط عنوان اللي او اخره بلوكس بط بتاعتك بتاع او النهاية بتاعتك بتبقى بلوكس بط دوت كوم انت بس بتحط العنوان طب هو عبارة عن ايه على سبيل المسال المهم احط عنوان اسمه تفكير تمام انا كتبت كلمة تفكير دي كده قال لي هنا عزرا عنوان المدونة غير متاح انت ممكن تضيف اي رقم جنبها كده لحد ما يجي يقول لك هنا ان عنوان هذه المدونة الالكترونية متاح كده انت هيبقى متاح ليك انك تنشئ المدونة على بلوكس اضغط على كلمة حفظ وبشكل تلقائي هيحولك على المدونة بتاعتك عاوز اقولك على حاجة سريعة عندما نبدأ الفيديو الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدأ نشتري دومين دوت كوم تقريبا بخمسة دلار يعني حوالي بمية وخمسين جنيه هنشتريه علشان نبدأ نربطه بلوكس انا كنا تحت تم انشاء المدونة وهنا بقى خلاص انشاءنا المدونة بتاعتنا تعالوا بنا كده نتعرف تعريف سريع على المدونة بالكامل هنا مشاركة جديدة والمكان اللي انت بتكتب فيه المقالات هنا المشاركات والمكان اللي بيظهر فيه المقالات هنا بالاحصائيات لو انت جيد تدخل كده على الاحصائيات بيظهر لك عدد المتابعين والمشاركين والتعليقات وفي الاخر بيظهر لك هنا عدد الاحصائيات وهواريك كل ده بشكل تجريبي حانا زي ما هو موجود في المدونة عندي زي ما انت شايف كده هده المشاركات اللي فيها المقالات اللي انا بكتبها من هنا وهنا الاحصائيات اللي انا وردها لك من شوية ده اللي بيظهر فيها عدد المشاهدات وكمان المتابعين والمشتركين لو جينا كده نرجع تاني هنروح عندنا عند التعليقات والتعليقات اللي بتحصل او بتشوفها نتيجة ان المشاهد يجيه عمل لك تعليق على مقالة معينة هنا الارباح بقى تعالوا بنا صبحة الارباح وده تربط حساب جوجل ادسنز بمدون بلوجر واللي هنعملها معاكم كمان شوية دلوقتي الصفحات الصفحات دي بتبقى مؤمنة جدا انت بتضيف فيها سياسة الخصوصية وتصل بنا ومن نحن هنا التنسيء التنسيء اللي هو المظهر بتاع المقالة او شكل المقالة يعني على سبيل المثال لو قلت هنا عرض المدونة انا اجبتها من هنا عرض المدونة دي شكل المقالة بتاعتي بس لسا تتزبط وهقولك تزبطها ازاي ده بيقولك هنا فوق هنا محرك البحث سرش من انا هنا الصفحات هنا الافكار هنا جوجل ادسنز الاعلانات اللي يبقى تحط في الموقع علشان تبدأ انت تربح منها هنا بقى المظهر والمكان يبيحتوي فيه العديد من المقالات او القوانب اما الجميع عفوا او ممكن تعدلها كمان من بتاعتها الموضوع ما فيش فيه اي لغبطة خالص بل الموضوع بسيط جدا ناخر حاجة عندنا وهي الاعدادات الاعدادات دي اللي بيبقى فيها بقى المعلوان وكمان الوصفة وكان من عندك لغة المدونة وبقولك هنا المحتوى ازا كان البنغين او لا وكمان الرمز المفضل اللي هو العلامة او الشعار اللي فوق ده ده هو ده الرمز المفضل كمان هو اللي يزهر فوق ده هنا طيب دلوقتي انا عندي هنا مرقية لمحركات البحث ان لما تلاقي المحركات البحث دي تبدأ تخلي المقالة بتاعتك تظهر في محركات البحث عادي جدا ده عنوان المدونة وممكن تعدل عليه بس انا هفكر ان اعدل عليه شوية كده بس انا ممكن اخليه في الشرح بالنفس النظام ده كده طيب دلوقتي تقول لك المشرفون وكده الصور وكل حاجة تكسبها زي ما هي بس هنعدل على حابة حاجات كده وانا عرفها كمان شوية تعالين بنا كده بقى نروح للمشاركات ونبدأ نكتب عنوان ونبدأ نكتب مقالات على منصة بلوجر بحيث ان احنا نخلي الموقع او المنصة دي شكلها متناصق وكويس جدا. انا هبدأ اكتب اعلانات عفوا هبدأ اكتب مقالات عندي في بلوجر وهرجع عليكو تيه. طيب علشان مفيش حد يقولي انا بكتب المقالات ازاي وانت مشرحتش الشرح كامل. كل اللي عليك بس انك بدروح عندك على المشاركات او مشاركة جديدة. بعد كده هنا بتروح عندك على العنوان وهنا بقى مكان كتابة هنا مكان كتابة المقالات. طيب دلوقتي انا بكتب العنوان هنا اه وانا افترض مسلا اننا هكتب عن طريقة مدونة بلوجر احترافية وربطها باعلانات كوجل ادسنز. قد تبقى انت تكتب المقالة بتاعتك وان شاء الله في فيديو تاني هقولك ازاي تقدر تكتب مقالة متوافقة مع او محركة البحث جوجل. بعد ما تيجي تكتب المقالة بتاعتك على سبيل المسالة ما انا اخد الكلام ده بالشكل ده كده. خلاص انا كتبت المقالة كل اللي علي بس ان انا بضغط على كلمة نشرة وبأكيد. وكده المقالة بتاعتي بتتمشر عندي على المدونة. طيب. بالوقتي انا بقى عاوز احلي المدونة بتاعتي اظهرها واشوف وهي مكتوف فيها ايه. انا الاول لازم اكتب مقالات. علشان ابدأ اتوافق على سياسات جوجل ادسنز. ابدأ اربع اربط جوجر بجوجل ادسنز. لازم ان انا اكتب على ال تلاتين مقالة. انا هكتب التلاتين مقالة وهارجع عليك ده. وزي ما انت شايفت كده انا كتبت حوالي تلاتين مقالة على منصت لوجر عندي. تلاتين مقالة دور لقى هم هيفيدوني جامد قوي علشان ان انا اربطه بحساب جوجل ادسنز. فدلوقتي بقى انا محتاج بعد ما اجي كتبت المقالات دي كده. بروح عندي على قسم الاربع. وقالك هنا انشاء حساب ادسنز. بولك هنا انبقى تحقيق ربح من الاعلانات عن طريق انشاء حساب ادسنز. يبقى احنا كده عملنا مدونة بلوجر وهنربطها بجوجل ادسنز علشان نبدأ نربح منها. بالوقتي انا بضغط على كلمة انشاء حساب وهيوجهي على طول على جوجل ادسنز. بولك هنا بقى الموقع الالكتروني بتاعك. الموقع المجاني اضغط ايه? نعم هذا موقع الالكتروني. والبلد بتاعتك. ما تحولش بقى تكتب اه اي موقع غير موقعك امت? يعني لو انت في مصر خليك في مصر اكتب مصر عادي. لو انت اه في الولايات المتحدة اكتب بياغ المتحدة. انت في دولة اوروبية والسيوية اكتب انك في دولة اوروبية والسيوية. ما تروحش بعد انت في مصر تقولي ان انا هعمل حساب جوجل ادسنز امريكي. طب انت لما تيجي تثبت الهوية بتاعتك. انت هتروح تجدلها من البطاعة الامريكية بتاعتك منين? خليك بس في مصر هنا واعمل البلد مصر. وزي ما اعطت لك اضغط على كلمة لحد ما يوجيهك صفحة دخول ملء استبيان حساب جوجل ادسنز. طيب. دلوقتي بقى انا بيقول لك ان رابط الموقع بتاعك او ربط الموقع بتاعك بقى حساب جوجل ادسنز او برنامج جوجل ادسنز هو قيد المراجعة دلوقتي. دلوقتي بقى احنا عملنا العملية دي. المفروض علينا ان نستนأتيك بخدود يومين لا ترات ايام لحد ما يتم قبيلة وهقول لك ازاي كمان تلت اربع ايام او اسبوع لحد ما الموقع بتاعي او المضودة بتاعتي يتقبل على جوجل ادسنز. طيب على ما الموقع بتاعي يتقبل على جوجل ادسنز رح بس عندك على اهم حاجة وهي الاعدادات. قولك كده تزبط كم حاجة في المدونة بتاعتك. بقولك هنا تنزل تحت المرئية المحركات البحث خليها زي ما هي. هتنزل تحت كده شوية كمان. انزل تحت كمان. تعد مقولك هنا تفعيل وصف البحث. اضعط على كلمة تفعيل الوصفة واكتب هنا الوصف بتاعك. يعني على سبيل المسال انا بتكلم عن محتوى تقني. اكتب هنا محتوى تقني متميز. او كمان استرجاع محادثات الواتساب. استرجاع مش عارف ايه. دلوقتي بقى انت لو بتتكلم على مدونة طبية. انت ممكن تتكلم عن العلوم الطبية. احدث الاجهزة. احدث العباجات. احدث الامراض. انت تتكلم عن الاخبار كزا. اكتب وصفة. ما يزدش على مية وخمسين كلمة. المهمة دلوقتي بعد كده بتعمل حفظ. وبتنزل تحت كده شوية. لحد ما توصل على برامج الزحف والفهرسة. برامج الصح الزحف والفهرسة دي اهم حاجة موجودة في بلوكر. دلوقتي انت هتفعل حاجتين دول وكده هنقفل الفيديو على كده. ودول اهم حاجة لازم تعملها بس. خلي بالك ما تحولش ضلط في اي حاجة. دلوقتي تكونك تفعيل محتوى رابط تكسب. اضغط على هنا على العلامة دي تفعيل. وانه تروح عندك على ملف رابط تكسب. وحسيجنك رابط الملف ده او الكلام ده موجود في التعناق. طب الكلام ده بيعمل ايه? دول لمحركات البحث انا هنا هو موجود. وعمل موقع جديد. افنان ارب وقت ممكن تنشر الموقع بتاعي على معركات بحث جوجل. اعز الموقع بتاعي والمقارات ان فيه يكونوا موجودين على محرك بحث جوجل. دلوقتي بتكتب هنا ايونر دومين بتكتب الدومين. يعني ايه دومين? طبعا النطاق ان احنا كنا عاملينه اللي هو انا دلوقتي هعمل انجاء لكل الكلام ده علشان انسح المدونة بتاعتي بروح افتحها في جديد كده. باللوقتي باخد الكلام ده اللي هو او ببدأ من اول هنا خلينا من اول هنا دلوقتي. وطوله انا قبيل. تركز كده. تمام? برجع تاني هنا. بروح بضيف الكلام اللي انا كنت اكتبه. اعدى الملف بالشكل ده كده. بنزل تحت بوما ما رايح عندي على وبروح بضيف المدونة بتاعتي. بعد كده بروح على كلمة حفز. دلوقتي بقى بتروح عندك على كلمة تفعيل علامات رؤوس مخصصة لبرنامج الروبوت. دلوقتي بتفعيلها وتروح عندك على العلامات الصفحة الرئيسية وتقوله اول نوب. اول نوب. تمام? باللومة اللي اتنين تقول اول نوب. تمام? تقوله حفز. وعندك هنا ارشفة الصفحات والبحث. تقوله نودكس نوب. بعد كده حفز. قلنك هنا العلامات ومشاركات الصفحات. قلنه هنا اول نوب. تمام? فقط عليك كلمة حفزة كده. وكده انت انشأت او خلصت الاعدادات الخاصة بالبلوجر. كده القالب بتاعك او دوانة بتاعتك جاهزة خلاص ان هي تحط فيها قالب. يعني ايه قالب? يعني وجهة الصفحة بتاعتك. قلن دلوقتي لو فاكر ان انا كنت من شوية باتح للمقالة بتاعتي او الموقع بتاعي او المدونة. عفوا. اذا المدونة مفتوحة معي ها. انا عاوز اغير شكلها وعمل عشان تبدأ المنخلات تبدأ تظهر معي. انا سيجد لك رابط للقالب موضوط يبتعمل. طيب. انا دلوقتي اخطار ان هو قالب. بتروح عندك على المظهر. وبتقول له هنا تخصيص وتروح عندك على كلمة تعديل وتروح لاحسن قالب بصراحة انا قابلته في حياتي. القالب ده اسمه سيو بلاس قالب سيو بلاس. هتبدأ تضيفه هنا كده وتقول له حفز. وهذا كده القالب بتاعي. انا بقرب بس ما اضغط على كلمة حفزة كده. واللي هنا تحت جار المعالجة وبيبدا يعالج القالب بتاعي. وهرجع كده اعمل الصفحة او عرض المدونة. علشان شو شكل الصفحة هيبقى معي عامل ازاي. الوقتي هرجع كده خطه وراء. قلنه اوكي. بعد كده اضع كلمة عرض المدونة. زي ما انت شايف كده ده كده شكل القالب. اشوف اعمل ازاي. القالب بصراحة جميل جدا. الوقت قالب سيو بلاس. اسيب لك رابط الشراء بتاع القالب او رابط آآ اللي هو تنزيل القالب مدفوع سيبولك في التعليقات. ده شكل القالب قدر تدخل عن اي المقالة انت عاوزها من اللي انت كتبها. طيب دلوقتي بقى لو رجعتي تاني كده عندي في انا دلوقتي محتاج ان انا خلاص كده انا تفضيش حاجة ان انا آآ استنى بس يتوافق عليه وابدأ ان انا قضيش الاعلامات بتاعة جول على الموقع بتاعته. طيب دلوقتي انا رحت عمدي على التنسيقات. بص بقى النظام متنصب كده وباللغة العربية انا حاول ان انا اوضح لك الصورة شوية. تمام? بولك انا هنا رسالة المدونة وهنا الاعلامات لو انت حد توضيش الاعلامات بتاع جول ادسنز وهنا العمودي اللي هو الاعلامات مواقع التواصل الاجتماعي براحتك خالص. فيه كمان الصفحات اللي فوق. الصفحات اللي انا قلت لك عليها اللي هي دي. الصفحات دي هي عبارة عن ايه? عبارة عن اللي هي سياسة بالخصوصية وتصل بنا ومن نحن. طيب دلوقتي بقى انا عاوز جوجل ادسنز يوافق على الاعلامات. انا هستنى معكم كده بحدود اسبوع وبعدين هرجع لكوتين. خلي بنقوا كده يا جماعة بعد جرور تسعة ايام على المدونة وعلى المقالات اللي انا كنت تكتمها وانا انا قدمت فيه جوجل ادسنز. على طول هروح عندي على الموقع الالكترونية. بروح بلاقي عندي كده اللي هو تفكير ده الدومين المجاني. حالة الاعلام جاهز والحالة معتمدة كاملة. طيب دلوقتي بنا بروح عندي على الاعلانات. وبعد كده بروح عندي على الوحدات الاعلانية علشان ابدأ اضفها عندي في التنسيق. طبعا انا سبق وضفتها علشان شرح الفيديو ما يطلش علي. بتنزل تحت كده بتروح عندك على اول حاجة بتضغط عليها ضغطة كده وبعدين بتروح عندك عن الاعلانات. بتروح تضغط على كلمة حسب الوحدة الاعلانية. وتختار الوحدة الاعلانية اللي بتعوزها. سواء كانت صورية لو جيت تضغط عليها كده. بقول لك دي اسم الواحدة الاعلانية. في صور متجاوبة وفي حاجة عندك هنا سابطة. طيب بيخليها متجاوبة افضل. في افقي وفي مربع وفي عمودي. انت لو اخترت مربع او افقي او عمودي بتكتب هنا اسم واحدة الاعلانية. بس هنا انا هكتب افقي. افقي اللي هو الاشتيم لده. بخليه افقي. دلوقتي بقى بكتب هنا كلمة افقي وبضغط على كلمة انشاء. ونفترض لما كتبت كلمة افقي هنا زي ما زي ما انت شايف كده. بضغط على كلمة انشاء. دلوقتي بدور على كلمة افقي هنا او الهدر موجودة عندي بالشكل ده كده. بنسخ بضغط على كلمة نسخ دي نسخ. وارجع تاني عند التنسيق وهنو هنا بالشكل ده كده. دي اسمها اذا كنت مسميها او مسميها بقى زي ما تسميها افقي رأسي. المهم ده اسمه هدر. وبعد كده بتعمل بحيس انه يتحافظ معاك بالشكل ده كده. طيب. دلوقتي ان او جيت اعمل عرض للمدونة بتاعتي هشوف الهدر ده هيزهر شكل عامل ازاي. او انت بتعمل اكتر من مرة. انا كده راح تمنع على جوجل كروم علشان يبدأ الاعلانات تظهر بالشكل ده كده. وبالفعلا بالفعل ظهر الاعلان اللي هو الهدر وظهر كمان الاعلانات التانية زي الاعلانات اللي هي جوه المقالات. وفيه الاعلانات اللي هي العمودي كنت مسجلة باسم العمودي هنا زي ما انت شايف. وفيه اعلانات مربعة برضو هتظهر جوه المقالات. وده اعلان تلقائي. لازم تكون انت بفعله عندك في جوجل طيب كل ده بقى اعمله ازاي? بتروح عندك على قسم الاعلانات. خلاص انت خلصت المخور ده. بتضغط على كلمة اعدادات عامة. روح عندك عن اعدادات العامة وتفعل الخاصية دي. لو هي وقفت حاول تفعلها. وحسب الموقع الالكتروني بتاعك. روح عندك على العلامة دي اللي علمت التعديل. وهتلاقي العلامة دي اللي هي ظهرة فوق هنا. انه هو الاعلانات التنقائية مش مفعلة. انت بس كل اللي عليك عملناها تفعيل. وبعد كده تطبيق التغيرات على هذا الموقع الالكتروني. وبكده احنا عملنا ملصة او انشأنا مدونة بلوجر وربطناها بلوجر ادسنز وتقابلنا بلوجر ادسنز وكمان الملصة ظهرت فيها الاعلانات وكل ده بدومين مجاني مية في المية. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لك بقى ازاي تغير الدومين المجاني ده لدومين مدفوع. علشان انت تكون حتى اا يعني تصدر محركات البحث على جوجل. وانك ازاي تقدر تشتري الدومين المدفوع. وبكده انا شرح انتهى. اتمنى ان يكون شرح عجبك. كريت من تسلساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة. وتفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي دورات بلوجر. وكمان نشرح فيما بعد اساسيات تعلم كتابة مقالة على بلوجر. اشتركوا في القناة